بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا في درس من دروس اللغة العربية للصف الثاني عشر واليوم نستكمل ما قد بدأناه سابقا من قصيدة ابتسام اليوم إن شاء الله نتطرق الجزء الثاني من هذه القصيدة ولكن بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة مجددا لنستكمل الجزء الثاني من قصيدة ابتسام وإلى القصيدة طبعا تعرفون تعرف عزيز الطالب شاعرنا شاعر محمود حسن إسماعيل هو من شعراء دولة مصر الشقيقة وهو قد خدم الكويت وبقي في الكويت وعمل بها وتوفي في الكويت والشاعر من بلاد صعيد مصر والأدب كما ذكرنا يحدث راحة النفسية نقرأ عزيز الطالب هذا المقطع ولنرى السؤال الذي عليه قال الشاعر إن مر طير حولك صب الحنين مثلك أصغي إليه مثل ما يصغي الكرى للحلم ورفرفيك الطير في فضائه ورنمي وسقي جراح قلبه من ثغرك المبتسم تبسمي تبسمي تحيا الحياة في دمي ويعزف النور على الشفاه عذب النغم نلاحظ عزيز الطالب لو تذكرت معي المقطع الأول ونظرت إلى المقطع الثاني لا يمكنك أن تجيب على هذا السؤال بسهولة انتقل الشاعر من حديثه عن ذاته في المقطع الأول إلى دائرة أوسع في المقطع الثاني وضح ذلك نلاحظ أنه تكلم عن الطير والحنين وإن مر عليك فكأنه يخاطب كان يخاطب نفسه ثم أصبح يخاطب صديقه أو حبيبه أو غيره أعقب الشاعر حديثه عن جوانب حياته الخاصة المتقلبة بين النجاح والفشل وبين الضيق والسعة بالانطلاق نحو خطوة أوسع من دائرة ذاته ليتحدث عن انطلاقته بالمقربين منه كما مر بك عزي الطالب في هذا المقطع مقربين منه صديقا كان أم حبيبا ويرمز إليه بالطير ليصنع نوعا من التفاعل بينه وبين غيره في تبادل التأثير بينهما أبين معنى كلمة صب في كل سياق مما يأتي نلاحظ أن كلمة صب جاءت في السطر الثاني نلاحظ عزي الطالب صب الحنين متدفق الشعور والشوق فإنه متدفق كثير الشعور أما صب الزيت على النار فإنه سكب وأساله وصب عليه درعه أي لبسها فالصب قد تأتي عزيز الطالب بأكثر من معنى إذا ما جاءت بأكثر من سياق قد يدل على هذا المعنى أو ذاك نلاحظ عزيز الطالب هذا المقطع نلاحظ اختر المكمل الصحيح فيما يأتي ثم ضع خطا تحته هذا السؤال يرد دائما في الاختبارات نظام الاختيارات من متعدد وهذا السؤال غالبا ما يقلق المتميزين من الطلاب أكثر من غيرهم وقد يخطئ فيه المتميز فضلا عن الضعيف فلذلك انتبه عزيز الطالب الفكرة التي يعبر عنها المقطع السابق نلاحظ الاختيارات المتفائل يلازم الابتسام ويشارك الآخرين همومهم أم الابتسام يدعو إلى تجنب المصاعب وعدم مواجهتها وهذا معنى واضح أنه ليس المقصود المبتسم يوحي للآخرين ببساطة الحياة هل هذا المعنى موجود؟ الابتسام والحياة متلازمان أيضا هل هذا المعنى موجود؟ الاختيارات الثلاث بعيدة إذن يبقى الاختيار الأول هو الأنسب لهذه الأسطر التي أمامك عزيز الطالب لو انتقلنا إلى سؤال آخر أيضا بالاختيارات خص الشاعر الطير بالذكر دون غيره من عناصر الطبيعة لأن الطير رمز للسرعة والحركة الدائبة وأظن هذا بعيد جدا رمز للأمل والرجاء المستمر أم رمز للحرية والنغم الشجي أم رمز للعطاء فبلا شك هو ليس رمز للعطاء ولا السرعة ولا الرجاء إذن رمز للحرية والنغم الشجي نلاحظ عزيز الطالب مشاركة شاعر الطبيعة فيه دلالة على لماذا شارك الطبيعة؟ متعة النظر إلى الطبيعة حتى يبين متعة النظر أم التناغم بين الإنسان والطبيعة ما توحي به الطبيعة من جمال أم اهتمامه بعناصر الطبيعة إذن لو تأملت جيدا لو وجدت التناغم والإنسجام بين الإنسان والطبيعة لاحظ كلمة رنمي كلمة رنمي في سياقها توحي بي نلاحظ كلمة ورنمي رفرفي كالطير في فضائه ورنمي وسقي جراحة قلبه الترنم يدل ويوحي بي النشوة والابتسام الحب والهوى المودة والعشرة السعادة والفرح لاحظ ركز عزيز الطالب لو ركزت وانتبهت إلى كلمة رنم وترنم لو وجدت أنها توحي بالسعادة والفرح أكثر من النشوة والابتسام والحب والهوى والمودة والعشرة نلاحظ عزيز الطالب يصغي الكرة للحلم نوع الخيال في التعبير السابق نلاحظ هنا الخيال واضح جدا ولكن هل هو كناية أم استعارة مكنية أم استعارة تصريحية أم تشبيه ضمني يصغي الكرة فالكرة فنلاحظ أنه بلا شك أنه استعارة مكنية لاحظ عزيز الطالب سؤال آخر من نوع آخر ماذا يطلب الشاعر من نفسه في المقطع المقابل؟ ماذا يطلب الشاعر؟ نلاحظ يطلب منها أن لا تستسلم للهموم والأحزان وأن تكون منارة تضيء للناس الطريقة وغنوة يسعد بها كل مهموم ومحزون إذن نلاحظ هذا الطلب واضحا في كوني وكوني وكوني ماذا يقصد الشاعر بكل مما يأتي؟ لاحظ عزيز الطالب ماذا يقصد؟ في طواك السهر طواك السهر لا شك طواك السهر توحي بالأرق والضيق فعندما يطوي السهر فيكثر السهر يدل على حياة الأرق والضيق وحلم الفجر حلم الفجر تجدد الأمل والغد المشرق والفجر مع إشراقه دائما ما يدل على الأمل والتفاؤل والحياة المتجددة تسكب النور نلاحظ تسكب النور تشير وتوحي إلى تسعد النفوس وتبهجها تصب النور تصب النور والنور هنا السعادة أي تسعد النفس وتبهجها إذن قد يأتي عزيز الطالب مثل هذا السؤال ما المقصود بمجموعة من العبارات فلتنتبه لذلك لاحظ هذا السطر أو السطرين لاحظهما كوني صلاة تسكب النور على كل فني وغنوة تروي الهوى نلاحظ بما توحي الكلمتان اللتان خطة تحتهما فيما سبق تسكب وتروي بلا شك توحيان بكثرة ما تقدمه الابتسامة من راحة وسعادة لصاحبها ومن حوله فهي تسكب والسكب يعني صب الشيء الكثير وكذلك تروي 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 تسقي أي تعطي الماء وتعطي الشيء الكثير حتى ترويها أي تشبعها فتحيان بكثرة ما تقدمه الابتسامة نلاحظ عزيزي الطالب في المقطع السابق من الألفاظ ما يشير إلى الحالة النفسية للمكتئب وضح ذلك بلا شك أن أي شعور عزيزي الطالب لا بد أن يؤيده ويدعمه مجموعة من الألفاظ وإلا كان هذا الشعور كاذبا فوجود بعض الألفاظ التي تؤيد وتدعم هذا الشعور تعززه وتؤكد صدقا فعال الشعر من هذه الألفاظ كلمة الأسى والشجن والخريف وذهاب الربيع المساء كل هذه الألفاظ تشير إلى الأسى والحزن ونفسية المكتئب وهي تظهر ما في النفوس من الأحزان والآلام إذن استطاع الشعر أن يوضح شعوره بوضوح وبجلاء من خلال استخدامه لمجموعة من الألفاظ لاحظ معي عزيزي الطالب يشير المقطع السابق إلى بعض الصور المحزنة وما تملكه النفس الباسمة من مقومات الانتصار عليها وضح ذلك إذن نلاحظ عزيزي الطالب ما تملكه النفس الباسمة من الألفاظ إذن أين الألفاظ جاءت في النص؟ بسمة الزهر نغمة الوتر خفق السحر نشيد ملهم وهي قادرة على محو كل هذه الآلام والأحزان وبث الأمل والتفاؤل فيها سؤال في الثروة اللغوية عزيزي الطالب هات معنى أو هات جمع كلمة الشجن في جملة تامة مرت بشجون أو أشجان كثيرة إذن كلمة الشجن تجمع على شجون وأشجان فأنت نغمة الوتر الخيال في البيت السابق نوعه ما نوعه عزيزي الطالب فأنت نغمة بين المبتدأ والخبر فإذا كان الخيال في هذه الكلمتين بين المبتدأ والخبر غالبا ما يكون تشبيه بليغ فليس سعار مكنية ولا سعار تصريحية ولا كناية فإذا هو تشبيه بليغ فشبه المخاطب بالنغمة رسم الشاعر في المقطع السابق صورة كلية بين خطوطها نلاحظ خطوط الصورة الكلية عزيزي الطالب واجتماع الصورة الكلية كما درست فنلاحظ أين الصورة الكلية في هذه القصيدة وفي هذا المقطع تتمثل خطوط الصورة الكلية المقابلة في نلاحظ عزيزي الطالب أن الصوت والحركة واللون هما عناصر الصورة الكلية إذا مجتمعت هذه الأمور في قصيدة أو لوحة فنية فإن هنا نستطيع أن نحكم بأنها صورة كلية نلاحظ الصوت والصوت جاء في أكثر من لفظ مثل الرياح والنغم والوتر والنشيد كلها ألفاظ تدل على الصوت أما الحركة فقد جاءت في سرى مضى هفى خفق كلها تدل على الحركة أما اللون فقد جاء في الصباح والمساء والزهر كلها أيضا ألفاظ فيها شيء من اللون فهنا نستطيع أن نحكم أن الصورة الكلية قد اكتملت في هذا المقطع ننتقل عزيزي الطالب إلى سؤال آخر قارن الشاعر بين النفس الباسمة والنفس الكئيبة في المقطع السابق نريد أن نشرح ذلك النفس الباسمة والنفس الكئيبة فالعابس من كلمة العابس وما تحتها النفس العابسة أما تبسمي فكلها عن نفس الباسمة فنلاحظ هذه المقارنة مما توضح لنا أثر الابتسام نلاحظ عزيزي الطالب النفس الباسمة تتعامل مع كل الظروف السعيدة منها والحزين بتفاؤل وأمل وبشر وسرور وتتوقع بعد الظلام النور وبعد العبوس التفاؤل والانشراح هذه النفس الباسمة أما النفس الكئيبة لا ترى إلا الظلام والعبوس وتتوقع الأسوأ دائما فالأحزان متجددة والدموع حاضرة والليل دائم فلا أمل في شروق الشمس ولا بزوغ الفجر عندها وهنا نرى الفرق بين الحالين ونرى أثر ذلك في نفسية العابس وأثر حتى على من حوله فإنه ينشر العبوس أما المبتسم فإنه دائما ما ينشر الابتسامة وكما نعلم أن الابتسامة صدقة لرفض النفس الكئيبة دوافع منطقية لدى الشاعر والضحى إذن هنا هو يرفض الكآبة لماذا يرفض الكآبة لديه أسبابه المنطقية نلاحظ رفض الشاعر النفس الكئيبة وسلوكياتها لأن الكآبة والعبوس لا يحلاني مشكلة بل يجلبان الهموم والأحزان فإذا كان العبوس لا يجلب حلا إذن هو يرفضه لماذا يرفضه؟ لأنه لا يجلب حل بل يزيد المشكلة مشكلة أخرى وتعظم وتكبر بالعبوس لذلك هو يرفضها لأن لديه أسباب المنطقية نلاحظ عزيزي الطالب قال الله تعالى يقول الله تعالى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فيما يتفق الشاعر مع مضمون الآيتين الكريمتين السابقتين نلاحظ يتفق الشاعر تماما مع مضمون الآيتين الكريمتين في الدعوة إلى الأمل والتفاؤل فالآيتان إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى تبشران الإنسان بأنه بعد الأحزان والشدائد تأتي السعادة ويحل البشر وتحل كل وتحل كل المشاكل فحياة الإنسان لابد أن تجمع بين الشدة والفرج وبين الظلام والنور لكن المتفائل هو من يتوقع اليسر بعد العسر والنور بعد الظلام لذلك الشاعر كان مبتسما ويدعو إلى الابتسامة حتى ينتظر الفرج وقت المشكلة هاتي من المقطع السابق نلاحظ عزي طالب لو قرأنا مقطعنا هذا معنى كلمة انعزاله هناك كلمة تدل وتعطي نفس معنى كلمة انعزاله بلا شك وصلتم إليها هي كلمة انطوائه حسنتم ضد كلمة ظهر ولاحة هنا ضدها كلمة توارى إذن كلمة توارى عكس كلمة ظهر أو لاحة جمع كلمة الحرقة هنا جاءت آخر كلمة في المقطع الحرق جمع الحرق لاحظ عزي طالب بما يحيي كل تعبير من ما يأتي تجدد الغروب نلاحظ كلمة تجدد الغروب فالغروب هو بداية الأحزان إذلك تجدد واستمرار الهموم والأحزان إذن هذه اللفظ تدل على استمرار الهموم وتجددها الحرق كلمة الحرق بلا شك هي تشير إلى الحزن والهم وكل هذه من آثار الكآبة والعبوس عزيز الطالب حدد نوع المحسن البديعي وأثره بين السطرين الآتيين السطر الشعري تبسمي للفجر في ابتسامه تبسمي للليل في ظلامه نلاحظ أن هنا بلا شك واضح مقابلة واضحة بين السطرين الشعريين وهي توضح أهمية الابتسام في كل الظروف السعيدة والتعيسة التي يمر بها الإنسان إذن نلاحظ أن في الفجر وفي الليل يجب الإنسان أن يكون باسما سعيدا أو مبتسما دائما في جميع أحواله ننتقل عزيز الطالب إلى هذا السؤال يعتبر هذا المقطع تلخيصا لكل المقاطع السابقة واضح ذلك نلاحظ فوق المدى تبسمي فوق الردى تبسمي فالحب والحياة والأمل سفينة لا تعرف الملل إن دهتها غضبة الرياح تستل منها بسمة الصباح وتنشر الجناح للسحر والترنم تبسمي تبسمي تحيى الحياة في دمي نلاحظ أول سطرين فوق المدى تبسمي فوق الردى تبسمي إذن هنا عزيز طالب حيث يوجه الشعر نفسه إلى الابتسام المطلق الذي لا حدود له ولا نهاية له فوق الردى في أشد الأزمات معللا بأن الحب والحياة والأمل سفينة قوية تواجه كل صعاب الحياة ومشكلاتها وتنتصر على كل ذلك إذن كون يقول فوق المدى وفوق الردى إذن تلخيص لكل ما سبق فالابتسام يجب أن يكون مطلقا في كل الأوقات وفي كل الأحوال ما دلالة اختيار الشاعر للألفاظ الآتية في سياقها نلاحظ بعض الألفاظ ونوضح دلالة اختيارها المدى عزيز الطالب المدى هو نهاية أشياء الشيء أو الشيء البعيد جدا وهي توحي باتساع نطاق الابتسامة والأمل فالابتسام يجب أن لا يحدها حد ويجب أن تكون فوق كل بعد الردى الردى الدعوة إلى التمسك بالأمل والتفاؤل وأن لا نستسلم حتى في لحظات الموت تمسمي فوق الردى فوق الموت والهلاك السفينة ما دلالة اختيار كلمة السفينة لأن السفن كثيرا ما تتعرض لموجات من غضب البحر ومع ذلك فهي تقاوم حتى تصل إلى بر الأمان لذلك هنا استخدم الشعر كلمة سفينة يعني في مكانها ودلالة على مقاومة الصعاب الحياة ومشاكلها لحظ عزيز الطالب ما دلالة اختيار الشعر للفظ تستل في سياقها تستل منها بسمة الصباح نلاحظ أن كلمة تستل تدل على سهولة وصول السفينة إلى بر الأمان وسط غضب البحر وتقلباته فعندما تتقلب السفينة في خضم هذا الموج العاتي فإنه إذا تحلى بالإنسان بالأمل والتفاؤل والحب والحياة فإنه سيصل بإذن الله إلى البسمة وإلى التفاؤل حتى في ظل أحلك الظروف وأصعب المشاكل التي يمر بها الإنسان فكلمة تستل هنا تدل على سهولة وصول الإنسان إلى البسمة نلاحظ عزيزي الطالب هذا السؤال المهم نلاحظ جمع الشاعر بين المتناقضات ومزج بين الصور مثل لكل منهما مع بيان الأثر نلاحظ هذا السؤال ينطبق على القصيدة بمجملها نلاحظ أن الشاعر جمع بين المتناقضات كما فيه اليأس الأمل والفجر والليل والظلام والشروق والجراح القلب والثغر المبتسم كل هذه المتناقضات قد جمع بينهما لماذا جمع بينها الشاعر يا ترى جمع بينها لأنها تعمل على إبراز المعنى وتوضيحه وتسهيل وصوله إلى المتلقي ومن هنا يصنع الشاعر المفارقة بين الابتسام وأثره والعبوس ونتائجه لذلك حتى يبين الشيء فإنه يأتي بضده حتى وبضده تتميز الأشياء كما يقال أما مزج الصور ومزج الصور كما مزج الشاعر بين الصور من خلال التداخل الواضح بين الاستعارة المكنية والتصريحية والتشبيه تارة كما في قوله الحب والحياة والأمل سفينة وهنا تشبيه بليغ سفينة لا تعرف الملل هنا أيضا استعارة إذن هنا مزج التشبيه مع الاستعارة وذلك يثري مخيلة المتلقي ويساعد على تفاعله مع الشاعر وهذا مثال وهناك أمثلة أخرى كثيرة عزيز الطالب وإن دهتك غضبة الرياح فهنا أيضا مزج أكثر من صورة مع بعض حتى لماذا يمزج الشاعر بين صورتين أو أكثر ليثري مخيلة المتلقي ويساعد على تفاعله مع الشاعر إلى هنا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبهذه الحلقة نكون قد أتممنا شرح وتوضيح قصيدة الابتسام وإلى لقاء قريب إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى